أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية قبل بس ما نروح للمريخ السوداني مهم جدا وانا يمكن كنت تكلمت في بداية الحلقة على موضوع التحكيم وعلى أخطاء التحكمية المتكررة وبالمناسبة انت لو سألت عشر من جمهور النادي الأهلي تسعة منهم هيقولك صعب جدا نعتقد أو تقنعنا بأن الأخطاء اللي بتحصل مش متعمدة بالعكس يعني فيه كتير من جماهير النادي الأهلي والأغلبية شايفة أنه في حالة تربص بمشوار النادي الأهلي الموسم ده على وجه التحديد وعندهم أسباب كتير جدا وللأسف الشديد وانا بقول لأسف كتير من الأسباب دي منطقية لكن أنا هعتبر أنه الأخطاء دي مش متعمدة همشي مع حضرتك في السيناريو ده لما شوف الخطأ بيتكرر أكتر من مرة واثنين وثلاثة واربعة مع التحذيرات ومع أنه نادي الأهلي يوجه قبل كده نداء أو بيان للتحاد الكرة لأنه الحكم في النهاية على أرض الملعب أو حتى اللي موجود في غرفة الفار مسؤول عن تطبيق القانون فلما نشوف أنه فيه أخطاء تحكمية وعدم تطبيق لمواد القانون والأخطاء دي بينتج عنها أضرار جسيمة جدا في القدرة على منافسة النادي الأهلي على البطولة طبيعي جدا نحس أنه فيه خطأ ولو ما كانش فيه تعمد أو كان فيه تربص أو كان فيه تحفز على أقل تأدير خلينا نقول أنه فيه عدم كفاءة في أداة الدور اللي بيقوم بيحكام والهنا مش مسؤولية مش بس مسؤولية الحكام اللي موجودين في الساحة أو اللي موجودين في الفار أنا بكلم على منظومة ككل ومسؤولية أيضا تقع على عطق لجنة الحكام وعلى من يديره لجنة الحكام إما بقى بنقص في فترة إعداد أو عدم جهزية أو عدم كفاءة أو عدم استعداد بشكل كبير فاللي مش قادر يتحمل مسؤولية يمشي وأعتقد أنه مصر فيها كتير جدا من الكفاءات